في الرابع والعشرين من يوليو لم تعد مدينة بادوفا الإيطالية كما كانت مع إدراج اليونيسكو ثمانية مواقع على قائمة التراث العالمي لأماكن تاريخية في المدينة كمصلس كروفوني مع لوحات جدارية مهمة جدا قد تجذب أكبر عدد من السياح بزيادة قد تصل إلى 300 ألف سائح إضافي كل عام مواقع بادوفا الآن معترف بها كمواقع تراث عالمي من قبل اليونيسكو ففي القرن الثالث عشر حدثت ثورة ثقافية حقيقية بدءا من سكروفيني كنيسة صغيرة حيث خط أعظم رسام في ذلك الوقت جودو لوحاته في مصلس كروفيني ومن هنا اخترع الفن الحديث عام 1300 من ضمن المواقع أيضا كنيسة سانتانتونيو التي تتبع للفاتيكان مباشرة والتي تجذب أكثر من ستة ملايين زائر سنويا وكنيستي فليب وجيمس إرميتاني وقصر العدل الذي يعود للقرن الثالث عشر الميلادي لتحتل إيطاليا المرتبة الأولى عالميا في منظمة اليونيسكو بعدد المواقع المدرجة منها على قائمة التراث العالمي اعتراف اليونيسكو مهم للغاية لمدينة بادوفا الغنية بالتاريخ والثقافة وهذا يعني مضاعفة عدد السياح الذين سيصلون إلى المدينة خاصة من أوروبا لرؤية معالم هذه المدينة التي يوجد بها أقدم الجامعات في أوروبا تاريخ المواقع وما تحويه من لوحات جدارية مهمة لا تقدر بثمن في الرسم الإيطالي وارتباطها بفنانين كبار مثل جوتو الذي عكست لوحاته قصص آنا ويواكيم ومريم العبراء والمسيح وقصص الرذائل والفضائل والحياة والموت والدينونة الأخيرة جعلت من إدراجها ضمن التراث العالمي أمرا سهلا ومرحبا به عالميا بادوفا أو مدينة غاليليو باعتراف منظمة اليونسكو الأخير أصبحت تمتلك كافة العوامل والظروف والمقومات لجلب مئات الآلاف ولربما الملايين من الزوار الجدد للمدينة الزاخرة باللوحات الفنية والأثار العظيمة محمد الغزو قناة الغد بادوفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر